اشتركوا في القناة كونه سيعد مرجعا لكل باحث في الشؤون الانتخابية ولكل مراقب من مؤسسات المجتمع المدني منوها بأهمية تشجيع المؤلفين الشباب الذين يرفضون الحركة الثقافية والأدبية في المملكة وأكد البعينين أن التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال مشروع جلالته الإصلاحي قد نقلت المملكة نقلات نوعية على المستويات المختلفة وبالأخص المستويين السياسي والقانوني عبر التجربة التصاعدية التي زادت من خلالها الخبرات لتصبح أكثر نضجا من جهتي أشهد الأستاذ أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي بمعهد البحرين للتنمية السياسية بالباحث القانوني محسن علي الغريري وتميزه عبر جهوده الحثيثة التي قام فيها بإصدار هذا المؤلف ضمن إصدارات المعهد والذي يسهم في تحقيق رؤية المعهد في نشر الوعي والثقافة في الجانب السياسي والقانوني وأشار الغريري إلى أبرز ما تضمنه الكتاب الذي يتكون من أربعة فصول المتمثلة في دراسة ما هي مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها وتصنيفاتها في البحرين والإطار التشريعي المنظم لعملها مرورا بالتشريعات الانتخابية منذ انتخابات عام 1973 حتى مرحلة ما بعد مثاق العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة